ارتفع دعم المواد البترولية إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بذلك يكون الدعم قد ارتفع بنحو 290% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه واعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولار في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 ارتفاعا من 75 دولارا للبرميل قبل عام وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية